أن الكرة، أن الراجب الشرقية بيعد المنتهي السؤولة ويعمل في حتة دقيقة مساحة كرة ومعارضة نفس الكرة الأولية؟ ناخد كابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق والمحضر بالاتحاد المصري والإفريق كابتن ناصر أهلا بيك كابتن نحمي التحيات بيك وتحيات الكابتن شريف عبنهم والكابتن الرعبية والكابتن السامير تموم أكيد كابتن ناصر طبعا يعني أكيد هسألك على رأيك في هذا الحكم أولا بداية كابتن أبي حميد طبعا خلينا نتكلم عن الحكم من ناحية الفنية طبعا يمكن فيه حاجات كثيرة جدا في الملعب ارتكابها الحكم يمكن الجمهور العادي ما قدرش ياخد باله منها يعني أنا هقول أول حاجة هبدأ بس بحاجة يعني صغيرة جدا يمكن الكل شافها الشوت التاني قدى ثلاث دايق وتضيع طبعا يعني أنا بقول دي فضيحة او ل했는데 الحكم يدي ثلاث دايقygusal what so وهنحسبها يا كابتن أبا حميد نحسبها تحكيم ونحسبها dachte نادلة أهل والأحان أولا حصل إن الحكم توقف المباراة نتيجة الدخان اللي كان موجوده الألعان من العالي لحصلت دي الملعب وطبعا هو وقف المباراة اقول للزبط كده دي ديين المباراة توقفت لمدد ديين لما بني نح shave التبديلات في كابتن أبا حميد كم ديين كابتن ويف كم دي ويف الدخان ديين ندي دي نص دقيقة للتبديلات نعملنا تبديلات الشود التانية ست تغييرات في التبديل بس كده العميد بنقول نص دقيقة للتبديل عندي تقريبا ما بين ديئتين ونص مع ديئتين واربع دقيقة الاصابات الاسناء المالي شود التانية حصلت توقف اللعبة فيها يمكن ثلاث مرات انا هقول في ديئتين تاني يعني مش اقل من ست دقيقة اقل حاجة كده العميد ست دقيقة في الوقت بدل الزبع انا طبعا انا اتفجئت من هو الدفلات دايق وطبعا انا بقول هنا القرار قرار غير يعني ضقيق من الحكم ودي حاجة تانية طبعا عدا يعني توفر الحمال كافة نادل الاهل انا بتكلم تحكيم هناك بعض المخالفات والعقوبات الانضباطية اللي كان يجب على الحكم ان هو يشهر فيها البطاقة السفراء في اكتر من موقف واكتر من حالة لعيب الوداد والاسف الشديد الحكم كان بيعمر بالسمرار للعب وما كانش بيدي العقوبة المناسبة للعب عندي حالتين مهمين جدا الحالة اولى الحارس الوداد لما لعب الكرة لو كان مع عبدالله السعيد لم يرتكب عبدالله السعيد اي مخالفة مع الحارس والكرة اتنقلت في نص الملعب والحكم اشد السمرار للعب ان هنجبها جول ان احنا الحكم بيحسب مخالفة لحارس المرض طبعا انا باستغرف لما لقى واقع كابت النصر لما لقى واقع ولما لقى الناد لقى يجيب جول الحاجة الثانية طبعا ادع تحت فرصة كامل الحميد للاعب الوداد يقول لما تشير بتحت الفرصة واللاعب يروح اخذ الكرة ويروح وبيعدي مرة واثنين وهو بيستسماش الفرصة مرجعش ادي الفاول تاني لللاعب يعني بديهم ستين مرة بديله تحت فرصة واللاعب يمشي اكتر من واحد وارجع تاني يقديله المخالفة تاني طبعا حاجات كتيرة جدا في المباررة الاسف الشديد الحكم لم يؤثر الحمال لعب الناد الاهلي لم يعطي قناعات كمان للناد الاهلي بنتكلم في الضغوط لأن المفروض كان حكم كبير حكم رقم واحد لم يتأثر بالضغوط لكن الاسف الشديد هو تأثر بالضغوط وتأثر بعمل الملعب والارض والجمهور بقول طبعا لا كابت النصر انا بختلف مع حضرتك في هذه النقطة تحديدة انهو تأثر بالجمهور هو ما تأثرش بالجمهور هو بيتأثر بالجمهور كان تأثر بالجمهور مصر الغفيرة في المصر سعى فيه لكن هو ما تأثرش وكان فيه ضربتين جزاء قبل ضربت جزاء اللي احتسابها كان فيهم شك يعني هو محسبهمش لإيمانه انهم مش ضربات جزاء وحسب ضربة الجزاء اللي شافها فيه طبعا مهو ات Leonors غير تأثره بالجمهور وتأثره بالارض والله يا كابه الحميل خليل نتكلم فيها انا بكلم طبعا كتحكيم انا بكلم على العزل المباراة بالتحديد هناك بعض الكرارات اللي هي طبعا انا مش لقيلها اي تبرير من الحكم بالحاجة طبعا انا بقوله ان النادي الاهل النهاردة الظلم تحكميا لم يوصل الحكم الحمال كافة لعاب النادي الاهلي هم حتى كمان اللعبين شعروا بذلك في المباراة وهخلي بالك ده انا عكس على اللعبين داخل ملعب كافلام حميد وده عكس كمان على الجهاز الفني يعني النهاردة لما انت كهاز الفني بتشوف ان الحكم مش مديك حقك اكيد متقاشر انت مش ملكز في المباراة للأسف جيد النهاردة من النادي الاهلي لعب وقدموا بشكل كويس ولكن طبعا التحكيم كان النهاردة مش موفق بالمرة مش هو بس خلي بالك ده هو المساعد رقم واحد مساعد رقم يعني يا كابت النصر انا بس يعني بأكد على كلامك ان هو ادى انذارين لقلب الملعب بتاع الاهلي احمد فتحي والسلية يعني ان هو بقول لهم خلي بالك لو لمستوا اي حد تاني فيه كارتة احمر وطبعا انذارات المفروض كان يديها الفريد وداد بلا يعني بلا اي داعي تغضع عنها لكن انا عايس اسألك على ضربة جزاء ازار هل هي ده ضربة جزاء ولا انا لسه هتكلم في دقيقة خامس خلي بالك ابن حمد انا بقول هناك راكل جزاء لم تحتسب لوليد ازار بقولها بأمانة لان هنا انا مش يعني النهاردة اللعب الوداد لم ينجح تلاعب القرى ولكن حصق قام باهمال ما فيك اتدفع لها بوليد ازارو كان في دقيقة خمسة كان يجب احتاج راكل جزاء الصحيح نادل الال بقولها وبقولها دون التحيز لنادل الال ولا حاجة هناك راكل الجزاء لم تحتسب ليد ازارو فيه دقيقة خمسة من الشهوط الاول حضارك رصدت حالات تانية ولا كتديل حالة انا انا عامل تحليل لسه ان هبعطه على موقع اليوم استابع الوقتي الهدف طبعا انا مش عارب اكتبها انا ايو الي ايو الي او الي احاجات كتيرة جدا انا قادة حميد الهدف صحيح هكبت الناصر او الهدف صحيح موقع لا الهدف صحيح هكبت الناصر انا فيش فيه اي حاجة ولكن انا انا بقول فيه راكل جزاء لم تحتسب فيه هناك عقوبات بالانزار لم يعطيها الحكم للعيب الوداد لم يعطي الوقت بضل الوضع بشكل صحيح تفقاً للقانون لأن القانون وضح تماماً وقال أن الإصابات والتبديلات وتوقف اللعد يجب أن الحكم يعطي الوقت بدل الداع بشكل صحيح لكن الأسر الشديد هناك أخطاء كثيرة فيها زي الموارد كابتان حميد يعني والأسف هو حكم رقم واحد في الكارة بقول يعني هارد لك نادر أهلي وإن شاء الله يعني يتوفق في موارد القادم كابتان ناصر لما دال حكم رقم واحد في الكارة الأفريقية يعني إيه اللي استفادوا نادر أهلي والله هاتفنا هنقول إيه يعني وإحنا بنقول برضك أن يعني دوات نقول بحاجة فيكين دي مباراة هائية ويعني لابد أن الحكم تتعود على التغوط لابد أن اختيار الحكم مهم جداً في المباراة اللي هي على سلم الترتيب اختيار الحكم مهم جداً كابتان خاصة في المباراة خارج الملعب بقول أن الحكم أنا بقولك أن الحكم تأثر كل زي ما تقول لأن المباراة هناك في أخطاء كثيرة جداً حصلت في المباراة من هي مبياتها يا كابتان عبد الماضي؟ من الحكم يا كابتان كمان ناصر يعني كمان المباراة السابقة برضو بين الأهلي والإداد برضو ضربت جزاء واضحة جداً جداً اللي برضو لواليد أزارو ولم تحتنسب يعني فيه طيب حذلك شايف نبعد بقى حذلك يعني خبير تحكيمي يعني خليك واحد زينا جمهور من جبهير مصر شايف الصورة إزاي؟ والله أنا شايف أن يجب يجب كابتان عبد الحميد يجب تطوير التحكيم في القرى الأفريقية يعني أنا عاوزي لحاجة مهمة جداً يعني هناك التحكيم العساوي فيه تطوير يجب أن يكون هناك تطوير على منظومة الحكام في الأفريقية يجب إعادة نظر في اختيار الحكام لمباراة الكبيرة يجب إعادة نظر فيه إزاي نطور من الحكام أن نطلع أن نصعد حكام تنين يعني في الفترة اللي جاية أعتقد هناك لجنة الحكام الجديدة في الاتحاد الأفريقي يعني المختارة أنها تبدأ في الخط التطوير في الفترة القادمة لأن احنا عاوزين نقول أن هم الحكام اللي بنشوفهم لأسف شديد هم في الفترة الأخيرة هم هم اللي بيعابوا في كل المشار الغريب يا كابتن عم حميد يا كابتن رابية حتى حجم هم جدا خلي بيعي لك النهاردة الحكم هي لعب مباراة المغرب منتخب المغرب طبعا أنا أسأل سؤال بس للكابتن شريف والكابتن رابية والكابتن سينيس جابون مثل لو حدث النهاردة جدت الغلب على إيدي هذا الحكم وحاستك مشاكل إزاي تحط هذا الحكم في مباراة المنتخب المغرب يا كابتن كود دفور هتكسب خلاص هو أداهم البطولة دي على حساب نحن بصالهم بصالهم المتشي ده قلوهم كفاء عليكم كده بقوا ما عايزين موجهزة هناك لديهم يكسبوا أو يتعادلوا الحكم ده اللي حكم مباراة المغرب ما أنا بقول لك ماذا هناك من نهاردة الهداث غلب حيحكمها في كود دفور بظروف يعني أنا مثل السؤال دوت هل ينفى أن أنا من نهاردة بعين حكم مباراة النزاد وباشجع أدي مباراة المغرب طبعا دي أنا أشايف أن ده يعني يجب أن نهو تقريب الحكم والحكم ده كابتل رايح حكاس عالم يعني ده الحكم اللي حماسي لأفريقيا بكسر عالم آه طبعا هو رايح حكاس عالم وتقييم الحكم كابتل آخر مباراة ليه بيقايم أن هو سيء أو كويس عشان يحكم مباراة ده وله بعد كده بتهيقل يعني على حسب معلوماته لا هو متعين كابتل سامير هو متعين قردي هو متعين في مباراة يعني هو متعين في مراد المغرب قبل ملعب المباراة اللي هي النهائي طب كابتل ناصر يعني الظلم التحكيمي اللي بين ده والواضح ده في ضربات جزاء يعني عندنا بكلم في ضربات جزاء وضربات جزاء كل الناس بتشوف انها ضربات جزاء يعني ما بقاش فيها شك ليه قدام النادل آلة تحديدا وليه في البطولة الأفريقية تحديدا هو الآلة صاحب المركز الأول بجدارة في الظلم التحكيم يعني هي حاجة باي لك يعني هي حاجة يعني بتيجي بالحظ ان احنا كل ماتش كل ماتش من اول ما بدأنا مباراة بيدفست وفي ضربات حكيم النادل آلة حاجة بالحظ متابعة كابتل نحاميد فيه اكتر من مراء من خلال مشوار النادل آلة في البطولة هناك اكتر من ركلات جزاء في المباراة مش ركل جزاء واحدة يعني فيه مباراة انا هممكن رصدتها وحللتها ممكن فيه ركل فين جزاء لم يحتفظ النادل آلة كل مباراة طبعا فيه اكتر من ركل جزاء انا بكلمش عالك لجزاء انا بكلم على المباراة فيه اصبع عاما هناك حاجات في الملعب بيتم يعني احتسابها حاجات طبعا نجزام قوية حضرت يمكننا حكام بنشوف الحاجات دي كويسة او اوي بعض الحاجات الجمهور عادي ما بيشوفتاش انا بكلم على المباراة النهاردة في شكل عام هناك فيه اخطاء كثيرة تكبئة الحكم في المباراة عدم توفير الحماية بقول تاني لنادل اهلي النهاردة لما بتيجي النهاردة المدافع وسمي التامونة الموجودة عندك رجل المدافع لما بتيجي انزار في البداية انا النهاردة بكتف الملعب ما بادرش هلعب يعني النهاردة ما اقدرش اخش بأي شاب ولا اي انتحامات ولا اي حتى حوار مع الحكم اه اي انت نهاردة تلعب وانت خايف شعور اللعبين بالخوف يجب ان ده مهم جدا جدا يعني يجب زي ما قلت ان الحكم يوصر الحماية ويشعر اللعب الامان النهاردة انا مفيش قناعات لدى اللعيب الانت الاهلي بالحكم والتالي عصرت الاعتراضات في الملعب القرارات الخاطئة كابتن ناصر عباس يعني انا مشكور جدا على زي مداخلة والتوضيح انا يعرف درج كامل انا لا الكلام اللي بيقوله طبعا درج انا تديه كامل عشرة برضو كابتن ناصر يعني كابتن كل الاخطاء اللي على بيديلو ما عليش برضو عشان نأكد ان ده حكم سيء ان ارضه بركة دي ده حكم وخصر الانت الاهلي خسر بطولة افرقيا